بكلام مكرر وفضفاض استقبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي زارهم في العاصمة البلجيكية بروكسل طامعا في انتزاع اعتراف أوروبي بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين أمل لم يجد محلة بعدما أسمع المضيفون ضيفهم عبارات مكررة مفادها أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بحل الدولتين الذي يشمل القدس عاصمة مشتركة للدولتين لافتين إلى أنهم زالوا يريدون العمل مع الولايات المتحدة بشأن محادثات السلام في الشرق الأوسط وهو ما حاول عباس طمأنة الأوروبيين بشأنه بعدما قال إن الاعتراف المأمول لن يعرقل المفاوضات مع إسرائيل بشأن تسوية لتحقيق السلام في المنطقة سلام سعى نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إلى وضع تعريف أمريكي له خلال جولته بالمنطقة التي زار خلالها القاهرة وعمان قبل أن يصل إلى تل أبيب محاولا التأكيد على أن اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل سيكون بحسب زعمه فرصة لبلوغ حل للقضية وذكر مراقبون أن زيارة بينس ربما كانت لجسد نبض حول خطة سلام تسعى الولايات المتحدة لطرحها خلال المرحلة المقبلة من خلال مبعوث ترامب للشرق الأوسط جيسون جريمبلات وجاريد كوشنر صهر وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي خطة دعت حركة حماس إلى مواجهتها عبر رص الصف الفلسطيني وعقد مؤتمر فلسطيني شامل في الداخل والخارج لمناقشة استراتيجية فلسطينية تتصدى للاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية اشتركوا في القناة